قوله سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمر الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال أنس كنت أسقي القوم في بيت أبي طلحة كان الخمر لم يحرم بعد فكانوا يشربونه كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة ونفرا ممن كانوا في البيت قال فأقبل رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية وقرأ في آخرها فهل أنتم منتهون قال فقام والتفت إلي أبو طلحة وقد قالوا انتهينا ربنا انتهينا والتفت إلي أبو طلحة وقال قم يا أنس فأهرق ما في هذه القرب بعدما كانوا اشتروها بأموالهم وأدمنوا عليها في سائر حياتهم لما جاء الأمر من الله تعالى وقد تعلقت بها نفوسهم واشتاقت إليها ومع ذلك ما دام أن الله أمر فالأمر كما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقف فأولئك هم الفائزون قال قم يا أنس فأهرقه قال فقمت أحل فما القربة وأريقها ما قالوا نتأكد من الموضوع ربما أن هذا الرجل لم يحفظ ربما أن الأمر فيه خلاف ما قالوا ذلك ما دام أن الله أمر ننساق مباشرة